اشتركوا في القناة 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 الجاذبي اللي عرفنا انه كل كتلة يا شباب حواليها منطقة محيطة فيها يظهر فيها اثر قوتي قوة جاذبيتها جميل طيب ننتقل على الشريحة اللي بعدها اللي هي عندي نوعين انواعيش انواع الكتب انواعيش يا شباب انواع الكتب طيب جميل يقول نوعاء الكتلة عندي حاجة اسمها كتلة القصور كتلة ايش القصور يا شباب انت لو كان عندك جسم انت لو كان عندك جسم بهذا الشكل تمام واثرت عليه بقوة دفعته بقوة F صح ولا لا طبعا هذه M انت اش راح يصير فيك راح تكسبه تسارع بهذا الاتجاه في نفس اتجاه القوة هذا التسارع ناشئ بسبب مي كتلة ايش القصور وانحنا زي ما احنا عارفين من قانون نيوتن الثاني اللي هو F يساوي M في A اذا M يساوي ايش يساوي القوة على مين على التسارع اللي هو عبارة عن النسبة ما بين القوة المؤثرة على جسم ما على مين على تسارعها وايضا نقدر نقول هي مقدار القوة المحاصلة مؤثرة في الجسم مقصومة على مقدار التسارع الكتلة اللي هنا هي اسمها كتلة ايش كتلة القصور كتلة ايش القصور اي جسم انت تأثر عليه بقوة راح يكتسب ايش يكتسب تسارع الكتلة اللي هي موجودة عنده هي تسمى بكتلة ايش القصور ونقدر ايضا نقول عليها حاجة ثانية نعرف كتلة القصور بانها هي المقاومة أو الممانعة اللي تنشأ من هذه الكتلة نتيجة لتأثير القوة المؤثرة عليها النوع الثاني اللي هي كتلة الجاذبية النوع الثاني اللي هي كتلة الجاذبية قانونها اللي هو M الجاذبية R تربيع في F على G في مين في M طبعا هذا نفس الجسم يا شباب نفس الجسم ما بروح أجيب مثال ثاني غيره هذا نفس الجسم موضوع على سطح الأرض من هي القوة المؤثرة عليه من هي القوة المؤثرة عليه قوة الجاذبية هذه هي إلى الأسفل F G إلى الأسفل إذن المسؤول هنا مين عندنا الكتلة اللي هنا مين اللي هي كتلة الجاذبية هنا كتلة القصور حركة قوة أثرت سبب التسارع للجسم هنا من عندنا هنا قوة الجاذبية بتأثر على الكتلة إذن بنقول عليها مين كتلة الجاذبية يقول لك هي تساوي مربع المسافة بين الجسمين مضروبة في مقدار طبعا هو قاعد يقرأ لك القانون في مقدار قوة الجاذبية بين الجسمين مقسومة على حاصل ضرب ثابت الجذب الكوني اللي هو G في كتلة الجسم الثاني اللي هي أمين اللي هي أمين طبعا هذا ميزان القصور هذا اسمه ميزانيش القصور اسمه ميزانيش القصور قوة بتأثر على كتلة الكتلة تكتسب تسارع وهذا الميزان يحسب في استخدام قيمة التسارع وهذا ويطلع لك ايش قيمة كتلته القصور كتلة الجاذبية هذا الميزان تبعها هذا من شكله واضح طبعا هذا ممكن مر عليكم لكن هذا شكله جديد هذا يسمى ميزان القصور يستخدم في قياسيش كتلة القصور هذا الميزان اسمه ميزان ذو الكفتين ميزاني ذو الكفتين وهذا يستخدم في قياسيش كتلة الجاذبية طبعا انا باخذ كتلة هنا بضع الكتلة هنا بهذا المكان تمام مجهولة ما اعرف كم قيمتها لكن انا بعرف قيمة هذا وهذا بعرف كم قيمتهم مثلا خلينا نقول ان هذا 2 كيلو وضعته هنا خلينا نقول وضعته هنا بهذا الشكل اذا صار اتزام بينهم انا بعرف ان الكتلة اللي انا حطيتها هنا كم 2 كيلو جرام لانها ساوت مين ساوت هذا لكن لو كانت هذه نزلت تحت معناها هذه اكبر من ايش من 2 كيلو جرام فانا بأوزنهم بين بعض لحد ما يتزن الميزان ذو الكفتين يطلع بشكل مستقيم اباعرف ايش قيمت ايش قيمة الكتلة هذا اللي كان يخص نوعاء الكتلة عرفناهم كتلة القصور وكتلة الجاذبية عندك مثال في الكتاب ضرح لك مثال في الكتاب عن بطيخة موجودة في صندوق سيارة اول ما تتحرك السيارة على قدام ايش راح يصير في البطيخة راح تتدهرج على وراء صح ولا لا هي قاعدة تقاوم هي كانت هنا واقفة هنا السيارة راحت فيها على قدام هي تقول لا ابغا رجع مكاني فقاعدة تتدهرج على وراء بسبب مين؟ بسبب كتلة القصور المسؤول عن هذا الكلام كتلة القصور طيب انتهينا منها افترضنا الان نفس البطيخة نفس السيارة السيارة طلعت تل طلعت على فوق البطيخ ايش راح يصير فيها راح تتدهرج لخلف طلعت تل راح تتدهرج الى فين؟ الى الخلف مين المسؤول عنها؟ اللي خلات تتدهرج قوة الجاذبية اذن الكتلة في هذه الحالة هي مين؟ هي كتلته الجاذبية انا قلت لك بطيخة البطيخة هي نفسها البطيخة في الأولى وفي الثانية هي بطيخة بطيخة إذن نقول أنه كتلة القصور وكتلة الجاذبية متساويتين متساويتين تمام؟ إذن عندي حاجة اسمه مبدأ التكافؤ مبدأ إيش؟ التكافؤ إيش معنى مبدأ التكافؤ؟ معنى أنه كتلة القصور وكتلة الجاذبية متساوية فيسمى هذا عندنا بمبدأ التكافؤ لا تنسونها جميل انتقل على الشريحة اللي بعدها يا شباب نظرية أينشتاين في الجاذبية نظرية أينشتاين يا شباب في الجاذبية نظرية أينشتاين في الجاذبية طيب أينشتاين شقول أينشتاين يقول كلامه افترض أن الجاذبية ما هي مجرد قوة الجاذبية تأثير في الفضاء يغير من شكله من شكل الفضاء من شكله الفضاء انتوا عارفين أن الفضاء ما في حاجة ما في إلا مجرد كواكب ونجوم ومذنبات تتحرك فيه فأينشتاين يقول الجاذبية يعني هي ما هي مجرد قوة فقط لا أكثر لا هي عبارة عن تغيير في نفس الفضاء بغير من شكله الفضاء افترض عندك قطعة قماش انت سويها عندك في البيت جيب قطعة قماش في البيت تمام وحط كورة في النص ايش تلاحظ راح ينحني القماش بهذا الشكل جيب بعدين كتل صغيرة كور صغيرة وحركها خليها تدور في هذا المنحنة راح تشوف كيف شكلها وكيف حركتها وكيف تسارعها تمام يصير فيه يكون فيه انحناء يقولك تسبب المادة المادة عن اللي هي الكتل الكواكب انحناء الفضاء تماما كما يؤثر جسم فيه شبك مطاطي حوله الاجسام المتحركة هذه اللي هي هذه بالقرب من الكتلة تسلك مسارا منحنيا يعني انت لو سوتها في البيت وحطت كورة ثقيلة على قطعة قماش تمام راح تنحني جيب الكورة هذه الصغيرة وحركها راح تلاقيها ما تاخذ مسار دائري متكامل لا راح تاخذ مسارات منحنية تسلك مسارا منحنية هذه الحركة اللي انت حتشوفها هنا حولين هذه الكورة هي نفسه اللي قاعدة تسير فين في الفضاء هذا كلام ميش كلام انشتا زي ما يقولك تتحرك الكورة الحمراء في اتجاه حركة أقارب الساعة حول الكتلة المركزية الكتلة هذه تقدر تعتبرها مثلا الشمس تعتبرها الأرض تعتبرها وتدور حولينها كتل أخرى مثلا كالأقمار أو الشمس نقول الكواكب بالدور حوليها هذا الكلام اللي قال عنه مين اللي قال عنه مين انشتاين أيضا من كلام أينشتاين طبعا أن أينشتاين بدينا نطلع حاجة اسمها النظرية النسبية النسبية العامة ومن كلامه نفهم أنه كل ما كبرت الكتلة وكل ما صارت الكتلة أكبر كل ما كان التأثير أكبر وكل ما كان هذا الإنحناء اللي تسببه هذه الكتلة كبيرة والكتلة إذا كانت كبيرة جدا وكثفتها عالية جدا الضوء اللي بيطلع منها ينحني ويرجع فيها على طول يعني كانوا مطالع أبدا كانوا بروح يطلع لا يرجع على طول تمام يعني ما يخرج منها ضوء أبدا فهذه سميت بالثقوب السوداء تسمى بالثقوب السوداء يا شباب وتقدروا تدخلوا على النت وتبحثوا عنها معلومات أكثر وتشوفوا عنها مقاطع كمان في اليوتيوب عشان تستفيدوا أكثر عنها طبعا ليش الثقوب السوداء هذا ما يطلع منه الضوء لأن كتلته كبيرة وعالية جدا وأيضا كثافته كبيرة وعالية جدا فلذلك أن الضوء الخارج يعود عليه مباشرة فسميت بالثقوب السوداء جميل طيب ننتقل على الشريحة اللي بعدها طبعا اللي هو كلامنا حيكون إن شاء الله عن انحراف انحراف الضوء انحراف أيش الضوء تنبأت نظرية أنشتاين بانحراف أيش تنبأت خلينا أختار لكم بس لون كويس عشان يكون أكثر أكثر وضوحا تنبأت نظرية أنشتاين يا شباب بينحراف ايش بينحراف الضوء عنده مرور بالقرب من الأجسام ذات كتل كبيرة إحنا ما قلنا أول إذا حطينا إذا الكتلة كانت كبيرة تسبب إنحنا لما حطينا الكتلة هديك على قطعة القماش إنحنى وكيف كانت حركة الكور الصغيرة حواليها منحنية إذا انتعال طالع معايا هذه الشمس هذه الشمس يا شباب وهذه عندي مين؟ هذه الأرض هذا القمر تبعنا حلو؟ اعتبر نفسك أنت على الشمس أنت لما بتطالع في السماء بتشوف النجوم لكن النجوم هذه بعيدة جدا أنت بتشوف مكانه هنا المكان اللي أنت بتشوف فيه النجم مثلا سهيل ولا الثرية ولا مدريمين أنت منت قاعد تشوفه في مكانه الحقيقي أنت قاعد تشوفه في مكان يسمى المكان الظاهري أو الموقع الظاهري يسمى بالموقع إيش؟ الظاهري ليه؟ لأنه أصلا النجم في مكان ثاني لكن إيش اللاحظ هنا شباب؟ اللاحظوا إنه إيش المسار منحني المسار إيش حق الضو إيش منحني سير له عملية إيش انحراف فعشان كذا أنا بشوف القمر فين؟ عفواً النجم وين؟ في مكان ثاني يسمى بالموقع الظاهري لكن الموقع الحقيقي أنا ما أعرفه فين لأن الموقع اللي ظاهر لي هو الموقع الظاهري السبب فيه إيش؟ هو انحراف إيش؟ انحراف الظو وهذا الكلام فيه اللي تنبأ فيه العالم مين؟ العالم أنشتين قال لك انحراف الظو عند مروره لاحظ أجسام طبعا هذه كتلة الشمس M S وانتوا عارفين إنه كتلة الشمس كبيرة جداً وبسبب كبر الكتلة هي اللي سببت فيه عملية إيش في الفضاء حول الأجسام ذات الكتلة الكبيرة مما يدي الانحناء وكما موضح في هذا الشكل وأيضاً كمان زي ما كلمتكم قبل شوية قبل قليل عن انحراف الظو وثقوب السوداء وزي ما طلبت منكم منكم تبحثوا عنها وتقروا عنها زيادة وتستفيدوا منها درسنا اليوم يا شباب خفيف جداً معلومات إن شاء الله تكون سهلة عليكم بعد ما انتهي الدرس افتح كتابك وراجعوا حدد على المعلومات المهمة اللي أنا ذكرتها لك خلص درسك ارجع للدروس السابقة يا شباب وراجعوها وحددوا كمان إذا وصلت إنت عند مثال مثلاً كنت أنا بشرح لك أشياء وبحل لك أمثلة ووقف الحل وحل المثال إنت بنفسك بعدين شغل شغل الدرس وشوف كيف نحل المثال عشان تشوف إذا كان عندك إنت خطأ تعرف إنت فين أخطيت وتتجنب هذا الخطأ المراجعة مفيدة لكم يا شباب الواجبات اللي أنا كنت بطلبها لكم مو معنى إنك إنت ملزم إنك تسلمها لي لا أنا كنت يعني أبغاك إنت بعد ما تشوف الدرس وبعد ما تتعلم كيف تحل التمارين وكل شيء إنت تروح تطبق بنفسك هذا شيء يفيدك إنت شيء راجع لك إنت شيء يطور منك إنت عشان كده أنا كنت بطلبك بواجب أو نقول بمهمة منزلية إنت تطبقها في البيت عشان تتأكد من نفسك أنك إنت تمكنت من إتقان هذه المهارة أو تمكنت من هذا المفهوم ومن معرفة التعامل مع هذا القانون طبعاً آخر حاجة بس عندي أنا نتكلم عن ملخصنا اللي وصلنا تلخيص درسنا اليوم هو عن كتلة تكلمنا عن كتلة القصور وعرفناها يا شباب وأيضاً عن كتلة الجاذبية الفرق بينهم عفواً ما في فرق أنهم متساويات ومبينهم حاجة وعندنا مبدأ اسمه مبدأ التكافؤ لأنهم متساويات كتلة القصور اللي تنشى اللي تنشى عندما تؤثر قوة على جسم تمام؟ ويكتسب تسارع وتكون مسؤولة كتلة القصور وكتلة الجاذبية لما قوة الجاذبية تجذب الجسم نظرية نشتاين عرفناها وعرفنا انحراف الظو أنا أطلب منكم أنكم أنتم متسامحوني إذا أنا قصرت في حاجة أو حصل عندي خطأ أو أني ما قدمت الدرس بشكل كويس لكن أسأل الله أني أكون قدمت لكم بشكل جميل ومفيد أنتوا شبابنا أنتوا أمنا الله يحفظكم ورعاكم نختم مثل ما عودناكم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر